مشاهدي قناة فوت كافي دي زاد مرحبا بكم جميعا على قناتكم اليوم جينا نتكلم عن خولجة المنتخب لكن بداية ما تنساوش صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا يا جمعنا اليوم ما جدنا التهم حتى تعرف لانه كين ربي هو اللي رو يشوفه كين ربي هو اللي حسبه اي واحد رو يخون في المنتخب والله راح يقوم بامور غير جيدة في المنتخب ربي حسبه لانك انتاري عندك امانة ولازم تقدم الامانة تعك كما هي لكن انا حاب نقول حاجة مهمة جدا اذا حابين المنتخب انتعنا يتطور بمعنى الكلمة ابعدوا اللاعبين اللي يروحوا لدور الذر بكل صراحة انا لا يشرفوني انا يكون لاعب يلعب في دور الذر يلعب في المنتخب الوطني لانه المنتخب الوطني اكبر بكثير بكثير الان تلعب في الدور السعودية ممكن نقبلها ممكن نقبلها صراحة لماذا لانه دوري امجاب لاعبين كبار وفيه مشوع جمهور وافضل من دورينا وافضل من كل الدوريات العربية يتنفس ممكن هو والدوري المغربي على افضل دوري في العافة فعند العرب دوري كبير وعندهم لاعبين كبار واصحاب مستوى لكن دوري الذر سمح لي يا اخي شوشة عنده جمهور اكثر من جمهور السد وصراحة اتفرجوا مباراة السد او كاين قناة ودي الكأس اتفرجوا مباراة السد وتفرجوا مباراة شوشة عنده في الفيسبوك رمي يطلع لك في كل مكان وزمان وشوفوا قرنه بشكل عنده جمهور صراحة صراحة بشكل عنده جمهور شوشة ولا سد القطاري شوشة هذا السد القطاري اكبر نادي جوما هيغي هو ممكن نريان الاخرين يعبوا بي لا جمهور اصرا تلعب كونتر كلاسا فارغين كونتر كلاسا فارغين يا جماعة اذا ان انا واحد حياته كاملة في القسم الثاني الدور الفرنسي وافضل افضل 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 يعني حتى اسمح فضناها انا لي الامانة انا من امن حتى بواحد يلعب الدوري الدرجة الثانية ويقول لك افضل يا اخي بي اللي حنت يديك الدرجة الاولى اه فما نحترك بك لانه اذا حبيت المندخب تاعك محترم لازم يكونوا عندك لاعبين محترمين ويعبوا في مستويات محترمة الان لو كنا نحتارب المندخب تاعنا المفروض المفروضة المفروض انا ستدعيدك في القائمة لانك احد افضل اللاعبين في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية ما عليش يا سيدين رغم اني قلت لنا ارفض هذا الشي انه لاعبي اللاعب في الدرجة الثانية يجي لماع المندخب الوطني انا عندي هذا الشي امر غير مقبور صراحة خاصة خطر وسطر وعندنا لاعبين هو عندك ذلك مهديب وجمعة وليش ما تجيبوش مهديب وجمعة واثبت نفسه مع هذا فرينكا باروسي كان من افضل اللاعبين ويلع في الدوري التركي الدرجة الأولى اللي اكيد هو افضل من درجة الثانية فرنسية اعطيله فرصة على الاقل انت ما زال ماعطيته لش فرصة عنده اكثر من موسم اكثر من عام هو يأدي في مستويات رائعة ايا سيدي على الاقل اعطيه فرصة اعطيله فرصة لا تجيبوش نايمار يا سيدي اعطيه لعيين لعيبين تواعنا اللي اللي يستحقوا انهم يكونوا في المنتخب هذا مكان انا متأكد بي انه كائن لعيبين الآن انت لما نستدعيك تروح تتسيني في قطر انا هذا استهتار بالمنتخب الوطني شوف انت حقك واحد يقول لك اكبر ويروح يعني شوف التناقض شوف التناقض لما نقدسه انسان التقديس يخليك تصير بغاباء الدليل اعطيكم الدليل لما استدعيك الاه يقول لكم على الاول والقائمة مليحة وفيها التشبيب وراح نراح نلل قدام لكن لما هذا اللاعب سينيا في القطر اقل كبير راح يحاوس على اللابنين لتاعه ولا المستقبل لتاعه يا اخي انتارو راك تقول للمنتخب وراح في تشبيب والمنتخب المعدل لتاعه 24 سنة بس ما لا وحنا نقرأ في هذا الكلام انه تم تشبيب المنتخب واستدعي لاعبين جدد شبان وهذا ديكتور ركحل انا احتبر له لاعب جديد لانه جاء لعب مباراة تونس ومباراة القوانب وعلم احتقد وعلى التبليسه وراح جاء حضرتها ربوس واحد من ذلك الوقت 2020 ما ستشبان ولا 2019 حتى الان باش جاء اذا بالنسبة لي لعب جديد الان لعب جديد اقول لي كبير هو احتقد في عمر 28 سنة لكن نزق الاكراو كبير راح يحاوس على اللابنين يرتعوا مرحبا بيه في لاظرين يرتعوا ولكن مش في المنتخب الوطني المنتخب الوطني لازم تلعب في مستويات محترمة انا تقول لي ابراهيمي ما نقدر نفوتها الخاليج نفوته لعدد لاعبين معدودين عن الاصابع ابراهيمي لماذا لانه اثبت نفسه لاعب كبير في الدوريات الاوروبية في بورتو وفي غرناطا وحتى لما كان فيران اثبت نفسه ما نكذبوش على روحنا لاعب كبير وحتى لما يلعب الدور القطر يتحسوا انه يلعب مع دلغي صغار حس انه المستوي التعوره كبير كان ممكن ان نجيبو نتكلم معاه يا اخي يحب نجيو كما كان يدل حالي لوزيج كان يروح ليهم القطر يريه معهم النهار راح جمعت زياني بالحاج واحتقد عن طريحية راح ليهم قلهم يا جمعت صح انتم كنتم ركيزة على المنتخب لكن مع كل احتراماتي ان المنتخب تعليل عقل خاليج ما نقدرش اللعبه صارحهم ليحب يجي للمنتخب يروح الاوروبا ويبيع المستواه ما غيروا في الخاليج كمبلا معهم وكانوا من اهم ركيز المنتخب لماذا؟ لانه مدرب يحترم العمله والنتائج بانت من بعد والنتائج بانت من بعد لانه كان سنفين من المدربين مدرب يجي في البداية يدلك انجاز ومن بعد المستوى يهبط انا هنا نفهم انه الانجاز كان صدفة كاين نوع ثاني تعمل المدربين المدرب يجي يبدأ بصعوبة شوفوا النتائج سيئة بعد نشوفوا المستوى يتصاعد ومن بعد في اخر العقد يتكون نتائج مبهيرة انا هنا هذا المدرب خدام كان يخدم لانه بدأ المنتخب من السفر وخدموا وطلعوا الى مستوى عالي جدا الى درجة انه لما خرج حالي الوزيش من المنتخب وروحوا ديلوا اليوتيوب وشوفوا تصريحات الشارع الكواوي الجزائري بعد كأس العالم الجميع يقول لك هذا المنتخب سيحسد كل الالقاب من 2014 معنىتها انه خللنا منتخب كبير كناش معدومين كما الناس تهضرين كذبوا عليكم سمعوا لهمش هذو كذابين كذبوا عليكم بكنا السفر مقبل لا كنا سفر لما جاء ماتر لما جاء لكنس خلاص المنتخب بدأ ينهى اني نحاضر من 2017 وروح اني معاك كان انحضار شديد لكن مع حالي الوزيش ومع غوركوف كنا نربو كورة قدم كان عنا مستوى العالم كامل اسمع بينا يا اخي خاصة في كأس العالم لذلك يا جماعة هذه العقلية على الخاليج مدام كي اللاعبين يربو في الخاليج رمو في المنتخب ما نشر حين الركو بعيد ما نشر حين الركو بعيد من الأخير لأنه أوروبا رميط أو المنتخبات الإفريقية يطلعوا في المستوى طلعوا في المستوى طلعوا راحوا هربوا هربوا نحن رأنا ما زلنا نجيبوا لاعبين بشير على الخاليج أنا لو جيت مدرب يا أخي سلام عليكم جيب لي ورا اخلاص زرعة الخاليج ما يستحقاك ما نحتاجك لأنك انت الآن روح تلقى لأم صالة لأولادي شكون اخرح تلعب أولا أمام مدرجة فارغة وهذا قلة تحتارم لكورة القدم باسم كورة القدم ما نحتاجك أننا نحتاجك لأنني نحتاجك بك كلاعب كورة القدم ما دم أنك تلعب أمام مدرجة فارغة ما نحتاجك أني قلت لك حتى إبراهيمي صاحب المستوى العالمي نجيبه لكن في وقت الواسع نحذره وقول لشوك تارك إبراهيمي عندك مستوى لكن إذا حبيت نبقى نعيط لك كتحفيز فقط روح لأودرج على أوروبا تحفيز كما قلنا حاليا نوزيتش أما أنك أنا نعيط لك وندي لك قيمة ونجيبك للمنتخب ونبقى تركت سيني في دوري الذر أنا هنا ما أسمح لي مع كل احترامتي من أقدرش نجيبك ما نقدارش أنا المستوى احترامي لنفسي خليني أني ما نستدعيكش لأنك اللقطة هذه اللي درتها يساءل إياك كمدرب أنت في مشوارك الشخصي ربي سهل لك وربي يغنيك وربي يخليك إن شاء الله تكمل المسيرة لك بأموال باهظة ربي سهل وحتي نجحك في الدوري لذا رب تلعب فيه لكن أنا كمنتخب جزائري أنا كمجموعة منتخب إن قدارش ندخلك في المجموعة لأنك أصبحت في القاع قاع كورة القدم قاع الكورة القدم في الصفر لما الواحد يروح يلعب في الدوري الذر يوصبح في الصفر خلاص تقول ليش يلعب كورة القدم هذا والمنتخب هو لي الذر قاطر الناس راح تلعب بها في القاطر الناس راح تلعب فيها كأس العالم ما راح تش احترف فيها في دوريها هذا أجمع هذا والصح لذلك أنا لو نشوف هذا بيكتور لك حل في قائمة المنتخب الوطني ولاعب مثل بني زيك رغم أني قلت ما نأمنش باللاعب المحلي لكن المدرب لما يتبع يقدر يخرج لي لاعب لا يقدر نحكم على العموم لكن أكيد لو المدرب يتبع لاعبه يجب تلاعبين دائما نرجع لفترة حالي لو زيك لأنه من قلائي المدربين اللي حلل دراهمو وبعده غور كور حلوا دراهمو محلال كانوا يخدموا هنا وقاعدين هنا يحضر في البطولة ويتبع اللاعبين كان يتبع سليمان يدلو يا جماعة كان يدلو ورا بورق ورا كل ماتش كان في الماتش يعيط له أرواح كان مع قرباج رحمة الله عليه أرواح زيت تهضر مع الحاكم يعيط لك التربوس شو كان يربيهم حتى في البطولة الدوري كان يتبعوا التربوس الجاي لما كان يديروا التربوس وسوداني مرة من المرات جاءوا في الإذاعة وقال هذا الكلام واللي عنده يكون قريب لي يأكد له هذا الكلام كانوا كل تربوس يديروا يجي رابور كل واحد دير له رابور فلان أرواح انتهم التربوس اللي فات التربوس هنا واشدرت 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 لأنه كان يحضر في الملعب ويشوف اللاعبين يشوفهم قدام عينيه إذن هيا خدمة لتنخدم إذا كم حابين المدخب يتسقم أما إذا كم حابين نبقوا في هذا الديسكور العقيم انت من قدسة فلان وانت أتبع فلان واشدخلني وورد على فلان برناوي يهدر واشدخلني برناوي يهدر يغني طب اللي يدربك يا الراجل يهدر في وقته تلآن مثلا كي شمحته باللي وراح يتبدأ الرئيس الاتحاد يا دمرته برناوي يهدر اللاعب مكشوف يا أخي في لعب الذر هذا 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 المواضيع نخليها اللي صاع عليك اليوتيوب شكونوا ما صاع عليك اليوتيوب اللي كانوا يقولونكم الماتش يتعاود اللي كانوا يكذبوا عليكم هذو هما أخلي لهم ذا الكلام كذلك اللي كان يسب في عوار واليوم روي يطبلوا واللي كان يسب في أي ثنوري واليوم روي يطبلوا واللي كان يسب في فلان واليوم روي يطبلوا واللي كان يسبوه في دولور ولما رجعوك وصبح يطبلوا له هذو خليلهم هذه المواضيع التافية تفاهت محتوياتهم صراحة واحد يوم ما يخل عني والله عنده 4 ملاير متابع مدخل عني هذه هي يا أخي أنا أقول الحق ولو والله نعرف أن المشاهدين ترى قناة هذا ولي زابوني يحبطوا حتى الربعة خمسة على فليش أنا عندي قناعة تعي نهضرها المهم أتكلم لصالح المنتخب الوطني وما يهمني حتى بن أدم لا لعب ولا مدري اللي نشوفها حقيقيا نقولها الصراحة هي مبدأنا وكنا نتكلم بكثير مننا ديبلوماسية لكن منا ورحمة كهاش ديبلوماسية لأنه لنا ندخلين في الحيطة بأقصى سرعة ما نشحب نكون ديبلوماسي من بعض النهار اللي نطيحوا نبدأوا نناس تتباكى نناس تكذب نناس تخرج نستبهدل فينا من بعض نقول له نشوف كيفاش الرقع ولا أنا منذك من الآن مكش ديبلوماسية باش نهار إذا قدر ربي وطحنا نقول لكم عليها ستحنا لأنها وشكن كاين باش نستفتعينيها لأنه الأبن موش يعجب والخدمة اللي رأيتن خطب ماش تعجب الآن إذا طحت ما تقول لش تحكيم وما تقول لش الخاف جيبتها ورانا وإنتحد العاصمة نقولها ونكررها أثبت كيف من هذا خرطي خرطي مؤامرة أكبر كذبة لتبرير الفشل من الأخير حب تخدم أخدم نهار ريطيح أنا نقف معك أما أنك تمسخر بينا وتوقت بينا ومبادي تتبغين أن نقف معك يطيح لا يا أخي اسمعني عندي عقل وأحترم نفسي وأحترم قدرة العقلية لإعطاني ربي والحمد لله أعزائي المشاهدين أعزائي الخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم